اشهاد طلق راجي امامنا نحن المواصق بالمكتب المذكور وحضور كل من فلان وعلان باعتبارهما شاهدين بالغين وحائزين لكافة المواصفات المطلوبة قانونا تبقى للمدة 8 من اللايحة التنفيذية قانون التبسيق حضر السيد فتحي فتحي عبدالجواد محمد احمد عبدالجواد والثابت الشخصية بموجب وقرر انه سبق سبق ان تزوج السيدة امل عبدالرحمن محمد عبدالرحمن وجنسيتها وديانتها والمقيمة وذلك بموجب عقد زواج مواصق بجهة كذا وعشرها معاشرة عشرها معاشرة الازواج الشرعية وانه الان يرغب في طلقها طلقا رجعيا لأول مرة ونطق قائلا زوجتي ومدخلتي السيدة بابا طالق مني طلقا أولى رجعيا وقد أفهمنا أن هذه طلقا أولى رجعيا لهم وراجعتها ما دمت في عندتي المطلقا أولا شاهد تاني الموسط اشتركوا في القناة يا ترى انا لو نزلت منع السرير دلوقتي رجلي هتوجعني زي ما دايما بتوجعني لما بصحك اليوم الصبح هحس برضو بالدبابيس اللي بتشكشك في رجلي من تحت انا اصلا مش هابرة اتحرك لما كنت في قط العمليات كنت سامعة دكاترا بيتكلموا في حاجات كتيرة راوي مالهاش اي علاقة بيا البيت الامر اذا كان بتقول لي الدكتور هو انت برجي اي يا دكتور والدكتور كان بيقول انه مطبق ومنامشي من ثلاثة ايام كنت عايزة تنطر من السرير والتم وقلهم يان هاري سود اللي منامشي بقاله ثلاثة ايام ده هو اللي هيعمل لي العملية عملية اهو انا عملت عملية ما كنتش فكرة ان الواحد هو في البنجة ممكن يحلم بس شفت تنتميري وقفة جنب السرير وطلبت منها تمسك ايدي ومسكتها بس محدش من دكاترا شافها الولاد كمان كانوا موجودين انا كانت بتعايد كان ميف سجري عليها وحدون هقول لها ما تخفيش انا كويسها انا بركانة رغم البطاطين اللي فوقي احس كأن الساعة جاي من جواي انا مستغربة ان انا ما موتش ومبسوط ايه ومبسوط ما انا ما كنتش عايز اموت بشوف حاجات كتير قوي حوالي وشوش ناس مشوفتهاش بقالي سنين اكتر وش بشوفو وش امي وهي لو يبوسها زي عوايدة امري معرفتها اللي بها بجد انا عادينا عادينا عاديا انا عادينا عادي امري Mayor مهما تكون المشاكل، لأن الرفان هم اللي بيدفعه التمن الأخوة ومه ما بيدفعه التمن الأخوة ومه ما بيدفعه تانية ومهما تروحك تشوفه على التانية إنما مين اللي بيدفع التمن ومين اللي بيدفعه في الحياة هم الأخوة يا ترى هم الولاد تغدوا لما نزلت من البيت مكنوش لي السريجو أكيد إيمان هتغديه إيماني هي أمان تعرف أنا فين أصلاً عقلي بيروح في عدد غريبة شوية أشوف الولاد وأبقى مش عايزهم يشوفوني وأنا بالمنظر ده وأنا مدغدغة كده وشوية أشوفني وأنا عائلة صغيرة مع أبويا في جنينة الحياة كنا نقفين بالجنينة وورانا الزرافة مبتسمة قوي 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 والشمس جاية من بعيد نازل على وش أبويا وعلى أيده اللي مسكة في إيدي جامد قوي وسعب أفكر في فتحي لماذا عمره ما قال لي أنه هو عايزي طلعه؟ لماذا عمره ما قال لي أنه هو مش مبسوط معي؟ طب ما أنا كمان على فكرة عمري ما قلت له أن أنا مس سعيدة؟ أنا عمري ما قلت لنفسي أن أنا مس سعيدة؟ دايماً كان فيه صوت جوايا بيبكتني وبيقول لي ما تحمد يا رب ناعة اللي أنت فيه؟ أنت عارف عندك نعم قد إيه؟ عيال زي الفل وشاقة شرحة برحة 150 متر في مدينة نصر بص على جنينة يا مفترية وشغلانا حتى لو ما بتجيبش فلوس اسمها شغلانا والسلام أول ما مسكت ورقة الطلاق جسمي كان بردان قوي زي دلوقتي أنا في البنج بس ساعدها فكنت سوف أكبر في أي حالك بعدين تلك المسطرة طلاق بامين طلاق باقي بينونا صغر طلاق باقي بينونا جبر أول حاجة الطلاق الراجي من حق أن هو يرجحه بيقراره تمام؟ في فترة لي اللي إذن شرطها اللي مكنت شتافت تمام ده اللي راجع الباقي بينونا صغر الباقي بينونا صغر من حق اللي يعيد تزوج الزجر بعد المحردين. لكن شو تحقن هوا يا رجاحة من غير بعد المحردين. انا نصوص عليها يعني ده بقيم التفكير عليه الطبق. يعني ده اشترك عليه وما يمضغاش في شهور الانتظار. بقيم اشترك طبق يعني اراحوا انطلقوا في عندما زوج. حصل ليش قبل الطبق. مش قبل الطبق ده زجرة فيه. هو بقينا طلق بقينا ولا طلق بقينا. من حد اليوم. من حد الطبق. او اذا كانت زجرة كنت قاعد انا وامان في البالكونة زي عوايدنا كل يوم السبت بناخد القهوة بتاعتنا. انا باخد النسكافيه بتاعي بربع معلقة سكر وشوية لبن صغيرين. يومها اخدت منها زجرة في الخباسة. ايمانكت جات معي قابليها بمدة وروحنا للدكتور. وسمعته بودانا هو بيقول لي ان انا ما عندي شورك أسد. يعني اقدر انزل من السرير كل يوم زي الرهوان. هو انا بنزل. بس بقلم رايب. بيفضل ملازمني ساعة او ساعتين في اليوم. فاكرا ان انا قلت لإيمان ان انا بفكر ابعد هنا تقضي اجازت الصيف بتاعتها عند تريس في كننة. قالت لي بغابوا بغابوا عليكي والله يا بتي يا امد. ايوة كده. ياشي خاسي بيها تسافخ وتلف وتشوف الدنيا وهي لسه صغياغة. مش مش مسألة السفر يا ايمان. انا مش عايز اعمل معه انا. زي ما امي عملت معي. تعرفي ان انا طول الوقت بقول لها ان انا بحبها قوي. وان انا نفسي اشوفها احسن بنتي في الدنيا. ونفسي تبقى عارفة هي عايزة ايه من بدل. بس معرفتش ارد عليها لما في يوم قالت لي. ماما. هو انا على طول ليه ما بشوفك مش مبسوطة. هو انت على طول كده مش مبسوطة. كان نفسي اقول لها. يا ريتني يا بنت اعرف ان انا مش مبسوطة. انا جوا ما بيبقى نفسي اعود مع نفسي نص ساعة في اليوم. على قد ما ببقى خايفة ومرعوبة من الافكار اللي في اتماغي. ودايما فيه صوت واطي بيقول لي. انتي مش مبسوطة يا امري. وصوت تاني بيقول لي. مالك ده انت جبارة. عشتك اللي مش عاجبك ديه في مليون الف ست غيرك يتمنوها. ونتايها ما بينهم. يومها ما عرفتش عشت عنايا فعننهان. واول ما مشيت. رجليا ما كدش الشايلاني وقعت من طولي. اختي لله. هل فتشتي في نفسك اولا؟ لعل العيش قد تكدى بسببك انتي؟ هتقصدت في حق من فقوق زوجك عليك يا اما صمار. من فترة مازم بعثي على الفيس. قال لي انه هو دخل الجامعة الامريكية وتخصص تاريخ. بعث رسالة بيقول انه لسه فاكر. انا كنت بحب الولد ده اوي اوي. من وهو عائل صغير كان بحب التاريخ. فاكره لما كان في عددية جي استلف مني كتاب لصلاح عيسى. وراح هو اشترى بعديها الكتب بتاعته كلها. ولما عارف ان الكتاب فيه ومش عندي يجبهولي هداي. انا عمري مسألت نفسي. وانا بحب التدريس. انا ما بحبش المناهج ولا الكلام الفرغ اللي بندريسه للعيال. لكن بحبهم هم. البيت اصلا بنترورة بتعيش حياتنا كلها عشان تجوز. كل ما هو بعد الجواز وانا تقليش في خارس. يعني هي كل حياتها والتربية والدعيي واللبس وكل اللايف فا انت تقول لها راح تبتقيه ان انا انت هليجي بعديس عشان ابا نتجوز. وانا انا عندي عشرين سنة. مفكرش اي حاجة غيري انتجوز. مش عشان حلوة الجواز. لانا انا عندي عشرين سنة. مفكرش اي حاجة غيري انتجوز. لا. عشان اهرب من نبر امي. علشان اغر من خلقتها ويبقى لي بيت باوي تقفل علي ومحدش يخش. وعملت كده يا فانحة. برافو عليك. اسكي اخواتك. فاتحي لما تقدملي كان عندي ثلاثين سنة. امي كانت بتقولي ان انا عني نست. وانا كنت ازهقت بقى ازهقت. ازهقت. والصراحة يعني هو ما كانش وحش. والحق يبقال. الراجل عمره لما ادي ايده علي ولا لعد بديله كده او كده. راجل بتاع بيته. بس ايه؟ بعد اول شهر جواز ما عادش فيه بنا كلام غرجبت ايه؟ هببت ايه؟ سويت ايه؟ عايزين نفتح القوضة اللي جوه على القوضة اللي برا. ونغير لون السراميكو بالمرة نغير لون الحيطان. بقى هو ده كل الكلام اللي بنا. يمكن في الاول ما كانش فارق معايا. بس بعد 15 سنة جوازي. مبقيتش قادرة ادوس برجلي على البرد. مبقيتش قادرة انزل مع السرير. انا مكنتش عاملة حسابي على كده. والله العظيمة كنت عاملة حسابي على كده. هو انتي كنت عايزة ايتاني غير كده يا امل. مش عارفة. ما عرفش. ما فكرتش. بس. بس. بشتقلي الاوقات اللي كنت عاد فيها جنب ابويا. لما كان أخيها محمد بيبقى سارحة. واصحابه معرفش بيضرب بانجو ولا بيهبب ايه. واخوتي البنات كان كل واحدة مع نفسها. كنت عاد جنب ابويا. نقاس ازلب. ونتفرج ساوا على افلامنا جيب الرحين. ياه. ساعتها كنت مبسوطة قوي. قوي. مبسوطة ومش خايفة. مش خايفة انا عارفة ان ابويا كان نفسه فواد. بس انا لما جيت تلت بنت كان بيحبني. صحيح يعني هو عمرو ما قالي انه هو بيحبني. بس انا واسقة ومتأكدة انه كان بيحبني. عمري ما عرفت لاي الاحساس ده تاني. اللي عرفت لايه وانا متجوزة. ولا متأكدة انه هعرف لايه من تاني. يا امل اجباري. اجباري بقى يا شيخة بعرضي 45 زفت. وهي اللي عندها 45 زفت دي. ماينفعش تكون مبسوطة. تقدر تقولي لي بنتك اللي انت عايزة تكبريها زي اتريز وقف على رجليها وعارفها بتختار ايه. هتعلميها اي اخي بيتها لما انت عندي 45 زفت ومش عارفة اللي بيبسطك. هقول لها ما تبقى ازاي. ايه ما تبقى ازاي. تبقى زاي نفسها. وتعمل اللي هي عايزة وما تسمعش كلام حد. عمري ما هقولها زي لا تنزل معي. يا قلبك دي بيت. يا اختي انت هتفضل اعدالي تقولي النهار والليل قدام المراية. يا بيت دا الشيطان واقف وراها. والله العظيم والله العظيم عمرك ما هتفلحي طول ما انتش عاملة كده. خديها مني كلمة عمرك ما هتفلحي طول ما انتش عاملة كده. عاملة كده؟ عاملة كده ازاي يعني؟ مال يا ماما. مالي. دلوقتي لما كبرت ما بقى لا أحد يأخذ باله منها غيري لأنني لو لم تفعل ذلك لا أحد سترعي مين؟ محمد؟ محمد ليس فاضي قاعد بيتهشتك على حجر مراته ليس أنت اللي ربتيه على ذلك؟ أيها أنت! أنت اللي كتب الرائحة والجاية يا حبيبي يا نايا يا ندري يا رجلي يا سبع يا ذكري أهو راح ورماكي وسبك أنت والسكر تعودي بوسكو في بوص بعد ويعاني علي أنا أنا لكل يوم ملهية وطلع عيني مشاوير من شبرة المدينة ناصر من شبرة المدينة ناصر ومدينة ناصر شبرة بأنها لست أحد شيئة يحب ترديكي على كل حال يعني أنا برعي ربنا أنا برعي ربنا بس أبوس ايدك يا أمي أبوس ايدك وبطل يتاكل بسبوسة أنا مش فهمة جابت نمرة الديلفري منين ومن قمت أصلا الحلوانية في مصر بيعملوا ديليفري في قيامة، متسيب الست تاكل ببسبوسة ولا تكون اللي هي عايزة، دي عمدة التمانين قديني سايبها هو قديني مرمية في المستشفى لا أعرف أتقنق معايا ولا أعرف حتى روح أطل عليها أنا أصلاً مش متأكدة إذا كنت هخرج من هنا على رجلي من تاني أو لا تنمان رحيت تخديم الشعب وقالت عبداليت وش أنا أعرف من أجل كويس هجبولك يا عدة وسائل قط لكوله محتاجة حاجة من فوق تستر تفاصيل الجسد محتاجة حاجة من فوق تستر مفادنك مفادنك حكوة أنا هدى في طريق المفاعد مقالس الصد من 200 إلى 3 صد بفكر في طنت ميريو جوجا أنا مش فاكرة هما اطلّاوا إمتى بالزبط أصلة العمرهم كانوا أصحاب حتى بعد الطلاق بس فاكرة أن أنا لما اجبرت شوية سألتها طنت؟ هو أنتوا اطلقتوا لي يا طنت؟ قالت لي الحب خلص حسيت أن احنا زي الأخوات أيوة طنت يعني قلت له إيه؟ عملتي معا إيه؟ يعني قلت له هش يعني لا يا حبيبتي طبعا ما قلت له هش إحنا اتكلمنا واتفقنا اتفقنا من اللي بيننا كتير قوي بين أولاد وعشرة وصحبية وعمر كل الحكاية أني ما عدتش حاسة أنه حبيبي طيب يا طنت أحب أبلغك بقى أن أنا اتجوزت وأنا ما بحبه قلت لي مش مشكلة هيجي اليوم وحبه عدت سنة واثنين وعشرة وهو طيب وغلبان وأنا ما حبتهوش فضلت عايشة مع رقي ما بحبهوش لو إيه؟ فتحي طلقني يا طنت طلقني حتى بغير ما يجي يقول ألف واشي ما بحبك يشي أنا طب إيه رأيك بقاسي فتحي إن أنا كمان ما بحبكش وإني زي زي طنتي مري كده بالزبط اللي بيننا العلو العشرة وبس انتي زي زي طنتي مري أخدت منها يا خايبان بنتي تربيتهم كانت شايفاكي وحشة شفت نفسك طل عمرك وحش كانت شايفاكي خايبانة الرجا ودي النتيجة خايبانة الرجا أخدت إيه من ماري؟ بل خيبة مرهب لا صحيح بل خيبة وكاني اخترني عشان ما تأكد ان كان لبنت مؤدبة وتربيتهم يعني واحدة متأكد لليه هتسين شرطة كينما في بنت ويش هو برد ويحب عهد أنا مخطر المعشور المعروف حق متسامل من الرابط والسد ليس عمال فجورية في الموضرة فقلت الجول لما هن نفل الذي عالمهن بالمعروف آخر مرة كلمت تريس على الفيس قالت ليت ما أنا وحشا أنت كمان يا تريس وحشتني قوي كان نفسي تريس تكون موجودة معادي الوقت عمرها ما كاتت هتسمعني كلمة بايخة بالعكس دي كاتت هتأخذني في حضنها واتبطب علي أيها واتبطب علي بس كده وكاتت هتقول لي أنا دي بنتي جميلة وشطرة وهتعمل كل اللي هي عايزة في الدنيا يا أمان وانتي اللي هتكبريها على إنها بني أبنى ليس مجرد واحدة ستة وقط كانت هتبطب علي بس كده ما لم كنتش عايزة منها غير أنها ستأخذني في حضنها هتبطب علي وتسيبني أقول أي كلام حتى لو شتمت نفسي كانت هتقول لي حياتك منتهيتش عندي كده يا أمل صح يا تريس حياتي منتهيتش بلها داب بلها يا أمي هتعمل بها إيه يعني مش هتغل في بيه يبقى تتعلم حاجة تتبع بيهبوسها وبيتها وعيادها اتبع بيهب القواني كونسة هو المعيانة ومعيانة الحب عليها أتكلم عن العيانة والسلينة حيقولها بعد ذلك سيدة من بيتها تكون في بيت أبيها ضيفة وبيت أخوى ضيفة ناسي للي تستطيع التطور في الرياضة في أكل ولا في الصور ولا في الأجر قبل ذلك كانت أليسة ومدللة في بيت أبيها وبرطة أبو كانت لتبعس الحم تعرف يا فتحي؟ الساعة كتير قوي كان بيبقى نفسي أصرخ فيك بس ما كنتش عارفة أصرخ أقولك إيه؟ اللي مدايقنا أكتر من الطلاق يا فتحي هو الطريقة إنك ما كنتش راجل إنك ما جيتش قلت هالي فوشي عشان أنا كمان عرف أقولك يعني أنت كنت مستنية هو يكون عنده شجاعة علشان أنت يكون عندك شجاعة في دي بقى عندك حال أنا طلع حمري مستنية حد يعمل حاجة علشان أكون رد فاعل بس ماهنا برضو يعني ما كنتش متخيلة أن أنا روح له من الباب للطاق كده وقال له سباح الخير يا فتحي على فكرة يا حبيبي أنا مش مفسوطة بالعيشة معاك أنا أقصى حاجة بعرف أعملها إن نحلم وحتى لما بحلم بكون على البحر الواحدي من كم سنة روحت الفتح وقلت له أن أنا بيجي كوابيس قال لي أما بتغطي كويس حبيبتي وأنت نايمة بتغطي كويس وبطالي أعمل المحشي اللي بتلغيه كل يوم قبل ما تنامي ها 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 هي نقطة يا فتحي لي مش نقطة يا فتحي أنا عمري ما قلت لك على أولى كابوس من دي بيجولي عمري ما حكيت لك أن أنا بصحى كل يوم الصبح الجسمي بردان ومتخشبة ومش قادرة أتحرك ومش عارفة أخذ نفسي وبقى في الحلم فيه ناس بتجري وراي في الحلم وعايزين يموتوني أهرب منه ما لقي ناس ثانية بيجروا ورايه وعايزيني موتوني وأنا بحاول أهرب بحاول أهرب وبتخنهم بقاش عارفة تنفس يا فتحي بقاش عارفة تنفس بقاش عارفة تنفس بحكي لإيمان بس عمري ما حكيت لك ينفع يا فتحي ينفع تكون جوزي ومتعرفش أنا باحلم بإيه طب من أنت كمان على فكرة عمري ما سألته هو بيحلم بإيه كان هيضحك علي هيضحك علي ده جوزي وانعارفها كان هيقولي أحلام إيه يا ستة أمل اللي بتتكلمي عليها إن شاء الله شوية شوية بقى مما نروح للناس اللي بيفسروا الأحلام والكلام الفارغ ده مش قصدي يا فتحي مش قصدي قصدي يعني قصدي إنت بتروح فين لما بتتنايل تنام عارف يا فتحي ساعات يعني ساعات أصحى الصبح من نومة بصوتة ببقى بحلة من أنا على البحر الواحد مفيش أي حد حوالي مفيش في وداني غير صوت الموجول بزمتك يا فتحي لو كنت تحكيت لك ما كنتش هتروح لأمي وأخوتي تتريق علي يا فتحي من عارفك يا فتحي عارف يا فتحي أنت عرف أن أنا صحية وأنا في الشغل وأنا في السوق وأنا بذكر للعيال وأنا في المطبخ وأنا في الحمام وأنا في أي زفت بعيد وأزيد في نفس الحلم أني الواحدة على البحر الواحدة مفيش أي حد حولي مفيش أي بني آدم وأنا مبسوطة قوي قوي والسنة صفية والبحر اللينه أزرق وأنا حاسة أني جسمي خفيف وطايرة وركبي مش بتوجعني وقدر أمشي قدر أمشي قدر أمشي بزمتك يا فتحي لو كنت حكيتك يعني ما كنتش هتروح علي يا فتحي انت بقي طلعا من أم يا فتحي بقيت أي حاجة وكل حاجة تنفع موضوع للطريقة إن شاء الله حتى شكل منخيوي لي يا فتحي ما عملتش معي زي ما تنتماريا عملت مع جزء لي ما جيتش تقول لي أمان أنا مش مبسوط معك يا أمان طب نفكر يا فتحي نفكر نبقى سوعدة ازاي ما أنا كمان مسعيدة على فكرة ونفسي كون مبسوطة والله العظيم نفسي كون مبسوطة بس أنت يا أخي اللي ملكش في الكلام أيوة أنت يا فتحي يا فتحي ده أنا في أول جوازنا كنت بمسكك من إيدك كده وجرجارك جر على البلكونة عشان أخد ودي معك في الكلام كده مع كوبيتين شاي مش جوز يعني أي موضوع وأي كلام أفتحه ألاقي الكلام كله راح على المقاولة الغشاش والعمال وأسعار الرمل والأسمنت أكلمك عن الأحلام أحيي لو أنت كنت جرستين بحتي بالله أنت لا أنت لا أغانست خلقت كان يحب أن أجيب الراحين لكن أنا أحب شادية، ليس حلوة مثل الأمر ويتجنن، لا، تشعر كأنها مرتاحة جوا نفسها. وهو شادية دي بقى صحبتك الروح بالروح، أعرفت منها يا فلحة أنها مرتاحة جوا نفسها. ما عرفش، مجرد أحساس، أصل الست لما عنيها هتبقى بتلمع كده، مليانة بالحياة دي كلها، أكيد مرتاحة جوا نفسها. قعدت سنين طويلة ما مبصش في مراهة، ملهية من البيت للعيال للشغل للمدرسة، وفي يوم منايل بستين ميلة، كنت بنظف مراهة الحمام. رجاء، هين يجاد فعلي؟ خطيت؟ أصلي ما شفتش أي حاجة جوا لعيني دي؟ وأنا مد؟ والسنين اللي بعد كدتي كلها إيه؟ عايشة بتنفس وخلاص؟ النفس؟ خافيني النفس ده؟ ده النفس بيجي في الحتة دي وبيقف. أنا محبش هدف، وكننفسي يبقى عندي يعني... وكنن يعني أني ممنحكم لوحنا وكل ch환 UCIS didn't missor غير الحد عبgranate بيجيث نحن أني أعدام جميع مهم خارها أكrados. نحن عب favani اللي بيجيث اشتركوا في القناة بالحقيقة مانا مش عايزة بقى تقيلة على حد تقيلة تقيلة ازاي يعني يا أمل عارفة لو ماري كانت سمعتك قالتلك دي أختك يا أمان أختك ولا انت بقى يا حلوة مكسوفة تقول لها انك خيبان تراجأ وبعدين على فكرة تريز مش هيكون عندها حل لك مانا مش عايزة حل أمانا عايزة ايه عاوزة عاوزة سأحكي لها على كل الخيبة واللخبطة واللخفانة اللي أنا فيها. هو نعني لازم أكون عاملة عريضة محامين واحد اتنين تلاتة اربعة. سأحكي لها على الجواية زي ما هو. سأقول لها أن أنا أريد أن أبدأ. لكن لا أعرف أن أبدأ منين. ليس كيفية السنين التي رحت من العمر. والذي جاء أيضاً سيروح. سيروح على فكرة. عرفة ليه؟ عشان أنت خيبت الراجل زي يومك ما بتقول. سيروح على فترة. لا إذا فترة تبزيب على نفسك. تبزيب على نفسك تبزيب على نفسك. وأمرك في حياتك ما تبزيب على فترة. وأمرك في حياتك ما تبزيب الإنسان الزوير. على عد البطاطين اللي فوقي من البرد. لكن دماغي بتفور. مليانة صور. صور كثيرة قوي. هنا ضيعة بينهم زي الغريق اللي بيتعلق بأشياء. خلاص؟ بقيت ضحية الظروف. شايفة بتبص لنفسك إزاي؟ غريق. أم لا أشوف نفسي إزاي. يعني أكونش خدش عراوي. وليلي يا أمل؟ لو قمتي دلوقتي حالاً حالاً من على السرير ده. ما ستفعل؟ ودي فيها كلام؟ هطلع ضغري طبعاً على البحر. هش قلتلك؟ واضح أنها تجننت. طيب مجان فيها اي يعني لما مجان هجان 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 مش يمكن مشكلتي يطلع عمري ان انا عقلة سيادة عن اللزوم او فاكرة نفسي عقلة حضرتك مش عايزين بتعمي اي جهد خالص لو سمعت عاوزة بطنية حاضر حاضر احنا بس مركع السريب ضهر شلنا موعدة لو سمعت اه اه برداني ابنتي عاوزة بطنية حاضر حدرتك حاضر 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 لتحضر البطنية حالي مبسوطة يا امل مبسوطة انك داشت نفسك وانا كنت عاوزة ايه عاوزة بطنية انا عاوزة بطنية يوانتي بردانة هتتفل هتتفل هو بس ما بقوله بنته وموه بتعمل بس اقولت ماذا افتح حضرتك من الاغطول اغطيهم قلت اغطيتهم حضرتك لو في اي حياته في جنة جنب السريب تحترني وانا ليه ليس عندما تقول له الأولى بقرنه حرام عليك البيت الممرضة دي شكلها مش فاهمة حاجة أصلاً أسألها إذا كنت أخرج من هنا على رجليا تقول لي استمتشعي استمتشعي مبسوطة يا أمان مبسوطة باللي حصلتك قاعدت تنبري مع روحك خايف أكبر خايف أعجز خايف هيجي اليوم علي رجليا ما تشلنيش أهرج لك الدغداغة والله أعلم إيه تاني استني لما الدكتور يجي هتعرفي على الله تكون مبسوط يا سفاتح قلبي مش متوعي نادي عليك بس مش طاية أسيرة أمك يله هو هو أنا دلوقتي ممكن ألاقي أمي دخل علي من الباب يا أختي والنبدأ أنا كنت أقطع شرايين إيدي بقى وما استناش أشوف إذا كنت همش أو مش همش ديكات هتسيب كل اللي أنا في ده وتقاطم فيه أكتر من أنا متقطمه هتنبر طبعا في موضوع الطلاق هو فيه غيره طيب أنا مالي أنا مالي هو أنا قلت له عايزة تطلق هو أنا طلبت الطلاق رجل وطي وطلقني غيابي أعمل إيه يعني أممممممممم سهلا لا أزاي شوفي أكيد ما كنتيش بسطة مممم ديك اللي كنتي بسطة بابا أوي ما شاء الله يا بيت يا بيت يا بيت حرام عليك يا عيادك هيتشرطه والله العظيم هيتشرطه يعني عليك يا محمود يعني عليك يا هانا هههههههه أنا هقولي إيمان الست دي محدش يجبها أيوه محدش يجبها ويريت محدش يقول لها من أصله بس إذولات لو خبوا عليها الحادثة أكيد هرفت بموضوع الطلاق شايف أنتي بتعملي إيه أنا مش مصدقك يعني دايسك اوتوبيس ومك لسه مجاتش وانتي مرميها في المستشفى عمالة بتحضري في روحها قبل ما تيجي قامت اهدي حبيبتي اهدي اعملي زي ما البنت الممردة كانت بتقلي فكري في حاجة كويسة كويسة ازاي هذا عارف يا بابا أنت مد من كم سنة دلوقتي أنا عندي 45 زفت وانت مد وانا عندي 20 زفت 25 سنة تعرف أن أنا كلما بابأ الواحد دماغي بتقعد توقبرمون بقنيت سمسكها كده وارزعها في أي حيط عشان تخرج بس وسط البرمدة كله تفكر فيك 25 سنة وانا لسه حس بإيدة تمسك إيدي ونعدي الشارع فكر صورنا مع بعض يا بابا الله بقدي كتير قوي متفرجتش عليهم كتير قوي متفرجتش عليهم أخوانا تلهيت أم لا نفسي؟ لكن على فكرة أنا بعت بعليك أيضا يا بابا لماذا؟ عشان مدت وسبتني لأمي لماذا أمي؟ لم أطلعت الست جارتنا الحلوة المزة التي لديها 60 سنة دي وقصت شعرها على جرسون وتنزل كل يوم الصبح لابسة البنطلون البرتقاني وتجري في الجنينة وتجري في الجنينة وتجري في الجنينة وتجري في الجنينة فضيح هي أخف مني لاحظة أن تكون أخف منك وها هي ربعك يا ماما أهمني أنت لنلاحظ أنك تتعاش في اليوم ثلاث مرات؟ والله العظيم أني قبل الحدثة بليلة وقت تبديت الإجابة كذلك أيها كذلك الحدثة حصلت؟ السكر قم جيل قوتوبيس خبطة يا أخوت هي ستبقى عيشة مرة وقلت أكل كمان وهذهنا ديني رمية في المستشفى وهو هاكل الأكل الزفت بتاعه دا واكلوا لي انا هخلي ايمان تجيب لي أكل معاه وهي جاي هي الممرضة راح تفيت أنا عاوزة موبايل عاوزة أكلم تريز بدي اما انتي مش طول عمري كان نفسك تطلع لي تريز في كندا وفتح هو اللي كان حيشك هذه كانت تطلقتي يعني تقدر يطلع لها في أي وقت أطلع لها بشيلة الهم اللي أنا شايلها دي بركب اللي فيها تقلات يعني يوم روح أزورها أزورها عشان تمردني وبعدين مش لما شوف الأول فتحة هيعمل إيه دا طلقني غيابي يعني ممكن ياخد العلوي الشقة يا لهو يبالي وأنا ممكن أخرج من هنا على بيت أمي يا فتحة يا فتحة أنا عارف الكلام الفرغ بتاع الحضانة والشقة من حق الزوجة ده بالله أشرب ميته الرجل في البلد بيعمل اللي هو عايزه في الآخر أيوه الرجل في البلد بيعمل اللي هو عايزه في الآخر دي أخرتها يا فتحة دي أخرتها يعني مش كيفان أنا مستحملة تقل دم أمك خمستاشر سنة وإنك ما كنتش بتتكلم كلمتين مع العيال في الآخر كمان تطلقني إيه خرب بيت كده ده أنت فضيع ده أنت بقيت هلعن من أمك مره نبارة وفقر صحيح هو لو ما فيش ناكت تنكوش عليه عشان تطلعيه هتربي عليك عن ناكت ده أنا كان عندها حق ماما أنا عبي ما شوفتك بتتحكي هم الكبار كلهم ما بيعرفوش يتحكوا كده ماما؟ إنت أخر مرة تحكتي يا أنا؟ إنت حكتي من قلبك بجد؟ والله أنا فاكرة إنت أنا أغضف وشي وماشي زي القطر ما هي في العيشة ولا عايشينها؟ ما هي من الشغل للبيت للعيال للمدرسة؟ أعمل إيه يعني عشان أروأ أعصابي؟ أروح أصيف لي ومين في البيت بتاعي اللي على الريفيرا؟ طب ما العيشة كلها كده؟ مش الناس كلها عايشين كده؟ لا مش كل الناس عايشين كده إنت اخترتوا تتجوزي وتتجوزتي اللي يسمعك بتتكلمي بالشكل ده يفتكر مثلا أن كنت عايزة تطلعي عالمة فضاء وأحلامك تكسرت على أرض الواقع يا شيخة بلانيلة هيا الممرضة راح تفقنيه ده يا شيخة بلانيلة أضغانا طبعا بكلنا عزنينا من حق الإيه أمكي طبعا الأمكي طبعا الأمكي إنه الحق الإيه أمكي لحادي سنة لديك من جولات الحكس هاي لحادي الوقت يبقى آخر التعليم بالخلوق لقى 15 سنة للتقفير حديتها في تلفزيون ده كفاء دوشة بقى حرم عليكو دي مش مستشفى دي محطة قطر حرم عليكو لا لا بس مشكلة بأنني تختاري ثاني تشتطرني إيو بيكي أدعو تختاري أفد بنيك الأول المجتمع عميرمن ينبط إلى المرأة المطلقة بنظرة استغلال ويقول بأنها رخيصة التكاليف في الزواج فما الذي سيتقدّبه لنا؟ إما أن يكون متزوجا من الحق وإما أن يكون مطلقا وإما أن يكون أعملا صحيح؟ فإذاً يعتقد أن يكون جنورا في السجن وإما أن يكون كثيرا في السجن تصدق بأيه يا فاتحي؟ تصدق بأيه؟ إنت لو فكرت تخدني هاخرب بيت أمي اللي جابوك ما مش مرمط أصلا ولكني أنا مش عارفة برضو هاعمل إيه؟ ياريتني كنت قوية زي حنان أختي حنان هي حنان جوز هيقدر يرفع عينه فيها علشان يبعط لها ورقة طلاقها غيابي هي أختي والنبي دي كانت جرسته عند أمة لا إله إلا الله والأمة من الجنبي حنان أختي ما تعملش فيها كده لا حتى لو هي اللي عايزة تطل لا حنان مش بتاع الطلاق لا ما أنا عارفاه أهل عيشة ماشية ولا عمرها سألت نفسها إذا كانت مبسوطة ولا متنيلة ما إزايك يا مهبوشة بتكلم روحها في المراية؟ طب تفتكري لو تريز هي اللي تطلق كانت هتزعل؟ أبداً دي كانت هتنزل الجامعة الدرس ولا كان هيفرق معاها كانت هتلاقي مليون ألف سبب يخليها تقف فوق على رجليها من تاني ده غير إن عندهم في كندا كل حاجة نص بنص وقت الطلاق يعني ما كادش هتعمل زي والضايع على حي تكبت فيها ده كفاية بس يعني إنها هتنزل تتمشى في الشارع ده الشوارع عندهم كلها شاجر 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 بالشجرة يتيمة قدام البيت عندها أنيميا وجزام وأطسف ورقة بيتها من غير زم ده ورقة بيتها غابة غابة طب إيه رأيك يا بيت يا أمل؟ تذهب تزوري الغابة لورا بيت تريس دي لغاية ما يبالك رسم الرجلين إن شاء الله صح حتى أرجع لائسي فتحي مستنيني في مطار القاهرة الدولي هو والعيال وفرش للسجادة الحمر يا ماما ده كان ما هيشدق يكسر قول له وراي وأبقى أشوف أنا بقى ساعتها ضف رعاية من العيال هم العربوا من المدرسة أم لا؟ هي الساعة كان؟ الساعة يا فتحي يا فتحي يا فتحي فتحي أقول لك يا فتحي لا تنسى الصفح تعمل صندودشات للعال قبل أن ينزلوا المدرسة ولما يرجعوا تجعلهم يعملوا الواجب كله النهاردة يا فتحي هذا الواد محمود تجعله أمنا على البلاي ستيشن وأنا أصلاً لا توجد في الفيسبوك أعرف أنك لن تكون موجود يعملوا في قيابك يا فتحي ما هي المشكلة؟ انظر يا فتحي سيبك يا أخوة من العمارة التي تبنيها وارجع البيت على الساعة واحدة ونص أيها واحدة ونص الضهر المال في النصاص الليالي ما العالب رجعوا الساعة ثلاثة ونص يعني يا دوبك تشتري الطلبات وتعمل لهم لقما يأكلوه وأول ما يرجعوا تأكلهم وتعمل معهم الواجب كله يا فتحي خلص بقى الحاجات المطلوبة منك دي كلها وارجع تاني على شغلك على 11-12 بالليل كده وتنام إمتى؟ وتنام ليه؟ وتنام ليه يا فتحي أوصل اليوم بالتاني يا حبيبي أهو حتى دواء كويس للشخير ما تنامش يا فتحي ما تنامش وما تنساش تجيب الطلبات التي ناقصها في التلاجة ما الذي ناقص؟ جبنا بيضة وزتون وبيض وزبادي ولبن ما تنساش اللبن الصغارة والشوكولاتة ده بنتك بتحبه وبعدين يا فتحي أنت بتوش في دماغي ليه؟ ما تروح تتنقل تشوف إيه اللي ناقص في التلاجة وتجيبه قف وما تنساش تخلي العالي يستحمه قبل ما ينامه لو رجلك وجعتك؟ عادي يا فتحي عادي هذه هي جد تروحه وبتيجي على فكرة أعمل زي ما البت الممرضة كانت بتقولي يا فتحي استمتش يا استمتش استمتع يا حبيبي استمتع بص يا فتحي أنا عندي حال إحنا نسيب واحد فتحي في الشغل مع العمال واحد فتحي في البيت مع العيال يخلصوا بقى الطلبات المطلوبة منهم دي كلها لغاية مخطف رجلي مشوار لحد الغابة الغابة اللي في ظهر بيت تريس اسكت يا فتحي اسكت مش فرجت هالي على الفيديو اه والله تفتح شباك المطبخ بتاعها كده تلاقي شجر 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 أصل الحي عندهم ما بيقطعش الشجر الحي عندهم ما بيقطعش الشجر الحي ما بيقطعش الشجر يا مدام يا ممرضات يا دكاترة الله يخرب بيوتكم بارين الجرس ومحدش بيرد أنا عاوزة الموبايل بتاعي عايزة أكلم تريدز دلو لسه في شاحنة أصلا البت جوهرة دي أكيد معها شاحنة عايق فروحة كده وحتى روش فوش أكيد معها شاحنة فتحي بقول لك ما تنساش المكوى والغسيل لما تنشره الله بيد لوحده والألوان الوحديهما عشان ما يبحتوش على بعض ولا أقول لك يا فتحي ما تكيبش يا غالة بألفين تلاتة في الشهر ديني استحملة أمك من أصل أنا جعت قوي والله العزيم بطني بتقرس علي من كتر الجوح هم مش هأكلوني بقى ده الواحد بيشوف أصلا صنصانية الأكل المقرفة بتاعت المستشفى دي نفس بتتسالد بدي أمل تعرفي أن دي فرصتك فرصتك ترتبي كل حاجة جوا دماغك وتقراري أقرر أقرر أنا ما بعرفش أقرر فرصة فرصة تعديلك يومين على البحر تروائي بالك والدواري على الأوة الجواك هما هما البني أجمين بيجيب الأوة من أين؟ عارفة؟ أول ما تبغيك تهدأ هتعرفي تفكري وتقرر تقرر إيه مهبوشة منك ليه؟ الستة اللي سجيلاها وراء اطلاقها غيابي مرة كنت بتفرج على التلفزيون وكان في واحدة ستة بتقول إننا بنختار كل حاجة بتحصل في حياتنا نحن؟ نحن؟ نحن يعني اللي بنختار؟ بنختار يا أستاذ طب الله العزيم كان نفسي ساعتها لا تفكرش التلفزيون أمل مش أنت لسه قايلة أنك عايزة تطلع لتريز في كندا؟ مش ده قرار؟ صح؟ 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 ده قرار يكش بس ما ترجعيش فيه ما أنت تقول عمرك علقة تاخذي خطوة وترجعي اثنين عارف يا أمل التجبيسة التي فيها دي شبه حياتك بالضبط فكرة يا أمل لما كنت بتروحي ملد السيدة مع بوكي وانت صغيرة؟ فكرة ساعتها كنت ببقى مبسوطة قوي وكنتش متضايق من الزحمة كنت أنا قاعدة لف أنا وأبوية طول الليل نسمع غنى ومزيكة وتوشيح والناس يدون أكل وأبوية يدي فلوس كان مولد شبه اللي في الدماغي دلوقتي لكن ما كنتش متضايق ما عرفتش تاخدي من بوكي غير الغلب؟ وأنا برضو ما كنتش عايزة بقى زي يومي أنا كنت عايزة بقى لا شبه ده ولا شبه دي وما الشبه مين يا فلحة؟ شبه شبه المدرسات الصغيرين اللي معايا في المدرسة البيت هايدي عندها 24 سنة وبتعمل ماجستير وبتسافر وتلف الدنيا شمال ويمين ونرهان أهلها بيجو بلها عرسان وهي قالت لي ايه؟ بتنفض لهم بتنفض لهم يا ميس أمل أنا زهائتي جوا السلونات وكل شوية عرسان عرسان ايه عرسان وكلام الفارغ ده؟ أنا عندي خطط تانية خطط تانية بتنفض لهم البنات اللي عندهم 24 سنة و25 سنة عندهم خطط وانتي خططك تطلع الغابة مش كده؟ ايوه ايوه خطططها تطلع الغابة واخرص بقى اخرص هو انت لو بنجي محوق فيك ولا حدثة هطلع الغابة وانتي أمان فك 111 اللي علوش دي؟ ولا انتي عايزة الولاد يشوفواي كده؟ عايزة هانا تشوفك كده؟ ايوه ايوه عايزة هانا تشوفني كده؟ هو احنا ليه قدام عيالنا كنا بنجيب أحسن نمر وجوزنا أحسن جوزات وعشين أحسن عيشة؟ احنا ليه ما بنقولهمش الحقيقة؟ هقولها ايوه يا هانا عندك حق امك ما بتعرفش كدح وعمرها ما كانت مبسوطة بس ما تعمليه ازاي؟ دوري على يبسطك 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 حسن دماغي رأيت جوية وقوطة نفسي ما بأشتاوه عليها زي الأوحي ودماغي رأيت جوية شكرا 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 لمهرجان العرض مستمر شكرا للمخرجة نادا ثابت ومسيحة لحضرك شكرا